موسيقى من صغره ومدرب حراس مرمى وحارس نادي الترسانة كابتن محمد الدول طبعا من سنة يعني وديش هادة للتاريخ زي ما بيقولوا الكابتن ياسر كلمنا كان حابب انه هو يساعد اهل بلده يعمل حاجة معينة وبشكل معين يقدر يساعد بيها اهل بلده في انشاء اكاديمية انه هو يقدر يعلمهم فيها اه الراجل تعب اشتغل بقى يسافر من المينيا ويجي ويروح وهنا وهنا ويقابل بدل الواحد واثنين وتلاتة عشان في الاول وفي الاخر يظهر ويطلع حاجة معينة في دماغه شكل معين في دماغه ستايل معين ويرفع اسم بلده في كل المحافل اللي هيكون فيها الكابتن ياسر الفداوي كابتن ياسر كلمني بقى عن النجر انا اولا بحب اشكولك على الكلام الكتير جدا ده فيا كابتن نور انا كانت بداية اول بداية حياتي في كرة القدم اللي انا لعيب كرة الحمدلله يعني اللي ما عرفتش اعمله فحاولت اللي انا احب اكمل تاني في الكرة بلدي وابناء بلدي فيه ناس كتير اوقفت جنبي وفيه ناس كتير اوقفت ضدي عشان النجاح وعملت حاجة كويسة مش بكلام انا بشهادت الجميع الحمدلله يعني الحمدلله يعني مش اقول فشل انا بقول نجاح انا بقول نجاح يعني الحمدلله عشان النجاح كان من ضمن اهدافك اللي انت بتقول عايز تساعد اولاد بلدك اه فعلا دي من ضمن الاهداف ايه اهداف تانية عند الكابتن ياسر حابب ان هو يتخيلها او جدت في دماغه قبل ما هو يفكر انه اللي يسعى السعي ده كله وله هو يروح ويجي وانت عارف الطرق والكلام ده كله ايه الاهداف التانية اللي كانت موجودة عند الكابتن ياسر غير ان هو يساعد اولاد بلده على ايه انا شفته في حيات القروية في بداية من صغري يعني كان نفس اعمل حاجات كتير البلدي اعمل حاجات كتير البلد اساعد بها ابناء بلدي يعني القرى في الصعيد شوية مفيش اجتمام مفيش اجتمام يعني كنت عايز اعمل حاجات تفيد بلدي وابناء بلدي مش قريتي بس الصعيد تمن ان احنا مظلومين يعني في القرى مظلومين اكيد الحمد لله يعني انا بقول الحمد لله اللي انا عملته في البلد وان شاء الله باذن الله في وقت من الهام هرجع تاني انا مايقستش راجع تاني باذن الله وهرجع وهكمل في البلد تاني باذن الله باذن الله كابتن ياسر طبعا معانا النجم الكبير الكابتن محمد ربيع وكيل اللاعبين كابتن محمد اكاديمية نجوم مصر دلوقتي بعلية اسم وشكل ولون اكيد طبعا كابتن احنا اولا احنا منظومة طبعا متكاملة فيما يربطنا طبعا للحب ده بيننا وبين بعضينا كمدربين واساس النجاح طبعا حب اللاعبين للمكان ده اللي بيفرم معي مدرب وده اللي بينجح هي منظومة طول من منظومة دلوقتي فيه حب وفيه ترابط ده بيشكل يعني حاجة كبيرة للنجاح والحمد لله احنا ماشيين في خطة ثابت سواء كان دلوقتي بنلعب على الرابط النفس لللاعب سواء بنلعب على الحاجة تايل البدن اللاعب برضو بنوقف اللاعب كل الامكانيات اللي هي تساعدة لدخل اللاعب كرة كويس اكيد طبعا كابتن محمد الدولي طبعا نجم حراسة المرمى وحاليا مدرب حراس انك تاخد خطوة ان انت تبقى مدرب حراس في وقت زي ده وتطلع نمازج محترمة من الشباب في السن ده ايه الهدف او ايه اللي جي في دماغك ساعدها الهدف اللي انا بحبه ساعد اللي انا شايفه كويس عشان انا شفت ظلم كتير من ناس حكمت علي من غير ما تشوفني ايه فالحمد لله قدرت اوصل حاجة زي ما قال الكابتن ياسر والكابتن محمد ربيع ان احنا منظومة واحدة ودي بيربطنا الحب مع بعضين عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه والحمد اللي انا بحبه يعني قدرت اوفق بينه باللي انا ماشي به واللي انا بمرم برضو الحاكتين دول برضو بمشي بينهم قدرت اللي انت توفق بينه انا عايزة اديف حاجة انا كابتن نور اكيد طبعا انا كتير اعزف حاجة شهادة محمد ولعب طبعا في نادي الترسانة وحرس كويس جدا انا عزين نشوفه بقا في فريل اول انا حبيت ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله هو بإذن الله يكون حاجة كبيرة بإذن الله احنا متوقع له مسابر كويس جدا كمان في الدور الممتاز كمان في حاجة كبيرة ان شاء الله ان شاء الله يادر ان شاء الله يادر بإذن الله فانا قلتلك من خلال الحب ورابط التجانس بين المنظومة ده بتنجح هي منظومة فانا ارجع كلامي برضو للكابتن محمد انا حبيت ان انا طبعا اضيف في حتة المدرب الحراس لازم عندي الحراس يستفادوا من خبراته من خلال التجارب اللي اخده في العديد من الاندية انت اللي رشحته للمنصب ده اه طبعا يعني شوفت في ايه اه يستهل عنده عنده روح عنده عنده طاقة غير عادية عايز يفيد بها غيره وكل يستفد منه فحسيت ان لازم كل يستفد منه فعلا يعني حاجة تشرف حاجة كويسة جدا يعني كابتن محمد بصفتك وكيل اللاعبين ايه هي مهنة وكيل اللاعبين دلوقتي انتشر في الفترة اللي فاتت كذا حد وكيل اللاعبين وكيل اللاعبين وكيل اللاعبين انت ككابتن محمد وطبعا شغلك كلمنا عن شغلك كوكيل اللاعبين انا كوكيل اللاعبين يا كابتن نور انا طبعا انا بيجي لللاعب انا باياه زي ما قلت لك في البداية الكلام لازم طبعا احس فيه حتة لعب الكورة بكاملة الحاجات اللي فيه طبعا وبشتغل عليها لحد ما حس انه طبعا وصل للفورمال اللي انا عايزها بشتغل عليها حطه في المكان اللي هو يستهله وحضرك عرف دلوقتي اللاعب جاي لك جاي لك على اساس دلوقتي اسم لا انا دلوقتي انا مش جاي علشان اسم تمام انا نتكلم دلوقتي والصور بتتعارض لاكاديمية نجوم مصر والمستوى الكبير اللي انتوا قدمتوه خلال الفترة اللي فاتت في الرياضة المصرية قدمت ايه للرياضة المصرية كواكيل اللاعبين كواكيل اللاعبين طبعا انا اشتغلت على موضوع اللاعبين القيسة وحطتهم طبعا في ماكن تليه بيهم وديت الترسنة تمام فيه ناس طبعا راحت معي الانتاج فيه ناس راحت المقولين تمام فهو ده انتكلم لانا ماشي فيه اللاعب الكويس طبعا نشتغل عليه ونحطه في المكان اللي هو يستهله وزي ما قلت لحضرية كابتو النور طبعا اللاعب بيجيلك امانة اكيد فانت دلوقتي طبعا لو ضعت الامانة خاص كده المدرب بيمشي ورا طموح واحد طبعا ده احنا بعيد عنه تمام فاحنا دلوقتي ازا ام قلت لك انا كمدرب او كواكيل لعبين انا بشتغل طبعا على اللاعب لانه خلاص وجالي فيه سكة مع الكابتن محمد اكيد بصفة عامة عن وكيل اللاعبين واكلم عن دوره اللي تم بتستفيده من الكابتن محمد في اكاديمية هو طبعا احد مؤسسين اكاديمية نجوم مصر بتستفيده منه ازاي في اكاديمية نجوم مصر الكابتن محمد شاهد الله يعني الكابتن محمد يعني فضل ربنا سمى الكابتن محمد في اللي انا في دلوقتي هو اللي ساعدني في الفترة اللي انا جيت فيها هنا في القاهرة هو اللي هو في جنبي اللي انا حصل على دغوط كتير جدا في البلد من الناس كتير من اشخاص كتير اللي ادعي لذكر اسمها وفي جنبي دعمني هو اللي وقفنا على رجلي هو اللي عمل حاجة اسمها ياسر الفدوة هنا دي شهادة حق يعني في الكابتن محمد بنتعلم منه كتير انا تعلمت من كابتن محمد حاجات كتير قوي تعلمت الصب العزيمة النجاح لازم تنجح هو اسلوب الكابتن محمد في شغله النجاح فقط لغير اكيد طبعا الكابتن محمد شخصية عظيمة جدا كابتن محمد الدولي كلمنا عن بدايتك ومشوارك انت بتكلمني بتقولي انا عندي قصة صعبة وقابلت كتير والله انا قابلت كتير كانوا بيحبطوا فيه عشان عشان ما تعرفش ليه يعني انا بدأت مشواري من من ملوي من قرية نزلة البرش انت بلاديات الكابتن ياسر اه بلاديات طبعا والكابتن محمد برضو في جنبي بس بعد فترة انا ما عرفتش الكابتن محمد انا لسه عارفه من قريب بس من احسن اللي انا قابلتهم يعني في حياتي بس انا في ملوي قابلت كتير قابلت مدربين ظلم يعني كنت بالعب في ناصر ملوي برضو مش عايزين نقولي اللي حصل هناك بس اقولي يعني حصل لك صعوبات حصل لصعوبات وكنت هبطل والكلام ده بس الحمد الله ناس كتير وقفت جنبي ومن دونهم ابويا وعمي وامي الاسرة بتاحت كلها يعني انا من خلال مدرب معين ولا من خلال ادارة من خلال الادارة ومدرب المعين انا ابويا اللي مربيني في الملاعب الكابتن محمد ضفراو داخله علي الحمد لله يعني وناس كتيرة جنبي في البلد وقفت وسعادتني بسبب يعني كانوا شايفيني ان انا عايز اوصل وشايفيني ان انا عنده تموح بسبب انا عايز يعني كنت بعمل حاجات انا كنت باتمرن ثلاث تمرينات في اليوم وكنت بحرم نفسي من حاجات كتيرة بس في ناس مكادش بتقدر ده انا رحت العبت اعملت تجربة في الاسيوتي ولعبت ولعبت النصر ولعبت الشرطة وحداء الاهرام لعبت كتير لحد ما ربنا برضو اباني في الكابتن محمد ربيع واداني النصر ووقف جنبي وناس كتير هوقفت جنبي انا مش عايز انسى حد بس عشان في ناس كتير هبتزعل فيعني حابب اوصل الرسالة بس ان بلاش ناياس على الاولاد في الكرة بلاش ناياس بلاش ناياس طبعا كابتن محمد ربيع يعني فيهم مدربين بيخلقوا اللعيب يبطلوا اللعيب يخالي اللعيب في السامن انا قولتلك يا كابتن نور طبعا اللعيب طبعا هو العامل النفسي عرفت تلعب على الحتة النفسية لللعب يا كابتن نور يديك كل اللي عنده أما انت لو هدته نفسيا كده انت بتوقعه خالص مش هيديك ايا ايا حاجة فأنت لازم تلعب على اللعب العامل النفسي حبيبت اللي اللعب فيك أولاً وفي شغلك هيطلع كل اللي عنده مش هيبخل عليك بحاجة أكيد طبعاً كابتن علق نشوف الصورة الأولانية الموجودة معانا على الشاشة يا سلام الدولة يعني احتراموا التقدير لهم أمي وخالتي اللي هم أبجادوا أفضل يعني التقدير لهم يعني آه كابتن ياسر تفضل أنا مريت بوظروف صعبة جداً في بداية الكرة تمام دخلت في حالة اكتئاب قعدت سنة ونوص من أكتر الناس ساعدوني أمي وهي أخالتي التانية دي يعني أمي التانية أغلى حاجة لي يعني بجد يعني يوقفوا جنبي لأنا مريت بوظروف صعبة جداً جداً يعني الحالة اللي أنا كنت فيها كان صعبة قعدت سنة ونوص ما كنتش يعني أعرف أعود مع حد ما عارف أتكلم مع حد يقست في يعني أمي والناس دي ساعدوني بجد كابتن علق لنا على الصورة الموجودة طبعاً ده أنا بقول عليه يعني أبويا ويف معي كتير من صغري أنا طبعاً مريت بتجرب لعيب كورت القدم طبعاً يعني لعبت في كذا مكان كابتن نور كان بيسندني وكان نفسي طبعاً أنا يشوفني مكان كويس فالحمد الله يعني أنا أخدت اللي أنا عايزه برضي يعني وصلت إلى المكان اللي عايزه بس أنا بحب أشكوره من المكان ده طبعاً وكان نفسي طبعاً يكون صورة الحاج معي طبعاً بدايه ربنا أدي الصحة كده ويش فيه فبجد يعني ويف جنبي وسعيدني ودعمني كتير قوي يعني أكيد كابتن نعلق على الصورة الموجودة الموجودة طبعاً دول كل حاجة في دنياتي أنا كل يوم بحلم اللي أنا فرحه كل يوم بحلم اللي أنا فرحه دول كل حاجة في دنياتي ده عمي وأمي وأبوي طبعاً أكتر حاجة لها في الدنيا وأنا إن شاء الله فرحه بإذن الله طبعاً شخصيات عظيمة جداً 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 ده الجانب الإنساني طبعاً ياد الصغير أنا طبعاً حبيت أن أنا أجيبي ياد عشان فعلاً أنا عايزة أشكر طبعاً مراتي طبعاً كابتن نور من بداية طبعاً مشواري طبعاً في حياتي يعني مقام ما تكلمت في حياتي مش هادرة وفية طبعاً يعني اتحملت معي كتير وصبرت معي كتير وقالت له هتنجح يعني أنت هتنجح اشتغلوا وتيروا بنا في شغلة كتنجح طبعاً زي ما احنا شفنا الجانب الإنساني للمدربين تكلمنا الأول عن الشغل وكلمنا عن العمل وكلمنا عن نجاحات كبيرة جداً 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 وورا كل نجاح أكيد في شخصيات عظيمة هي دي الشخصيات العظيمة اللي كانت وورا كل الشباب اللي كان موجود معنا النهاردة كل الشباب الناجح ده نطلع نشوف تقرير عن أكاديمية سبورتينج وننهي الحلقة مع ديوفنا الكرام الكابتن ياسر والكابتن محمد الدولي والكابتن محمد ربيع شرفتونا ونورتونا فرصة سعيدة يا كابتن وفي استيبالك الكويز ربنا بارك فيك كابتن محمد أشكرك يا كابتن نور والله أنت شخصية محترمة فعلاً كابتن ياسر يعني بصراحة كانت حالة مميازة جداً ربنا خليك وأنا عاوز أضيف كلمة واحدة بس يا كابتن نور للناس اللي كانت بتعبتني وقف ضدي بقول لهم هو داس الفداوي أه شهتكلم أكتر من كده نطلع نشوف أكاديمية سبورتينج ونرجع نستقبل كابتن محمد دودي والناس الموجودة معه شكراً شكراً